اشتركوا في القناة ومركز الأخبار الأستاذة سمية يوسف بداية أهلا بك ومساء الخير وطبعا نبارك لك هذا الإنجاز الذي نفخر به شكرا جزيلا في البداية أحب أشكر تلفزيون البحرين على إتاحة الفرصة واستضافتي هنا عشان أوضح موضوع فوزي بالجائزة وشارح ما هي جائزة فينوس تحديدا نعم بالنسبة لجائزة فينوس بداية أستاذة سمية حدثينا عن هذه الجائزة وكيف تم ترشحك لها في البداية طبعا جائزة فينوس لدعم المرأة تحديدا هي تمنح من قبل منظمة فينوس العالمية لمقرها جمهورية الهند وهي تابعة لصندوق تمكين المرأة تحديدا وهو عبارة عن منظمة عالمية تعنى بدعم المرأة في القطاع الأكاديمي لحثها ويعني تشجيعها أكثر على التمييز في القطاع الأكاديمي تحديدا كيف تم ترشحك لها؟ طبعا المنظمة تأسست عام 2015 يعني هي جديدة مثل ما نقول هي كانت في يناير 2015 وكانت تبحث عن المتميزات في القطاع الأكاديمي ولما طلعت جائزة اللي هي فينوس انترناشنال وومن أورد قدمت بعض الدعوات لبعض المتميزات أكاديميا في الجامعات المختلفة في كل دول العالم ووصلنا دعوة للترشح يعني وصلتنا دعوة رسمية للترشح للتقديم لنيل الجائزة والحمد لله تم تقديم تقريبا من الموقع الرسمي للمنظمة بيّن أن تقريبا هناك 900 متقدم أو أكثر من 900 متقدم لنيل الجائزة من حول العالم والحمد لله يعني فوزنا بالجائزة هو دليل على تميز المرأة البحرينية نعم لنتكلم عن الفوز نتحدث عن الفوز ماذا يعني لك هذا الفوز بهذه الجائزة وكيف تؤثر في مسيرتك العلمية أكيد يعني بلا شك أن الفوز بالجائزة يعني التكريم وثقة في الإنجاز الأكاديمي وطبعا يعني أي شخص ينال جائزة بهالمستوى أكيد بيشكلها دافع للمزيد من التمييز للمستقبل نعم وكوننا يعني نمثل نساء البحرين يعني هاي يشكل فخر حق المرأة البحرينية بلا شك وبرازها حتى في الصروح العالمية عشان يبين المرأة البحرينية تنافس تقدر تنافس على مستوى عالمي طبعا أستاذ سمية يعني لا شك أن الجائزة كانت إضافة لك وربما فتحت لك أفاقا كثيرة ويعني مشاريع مستقبلية لنتحدث أكثر ما هي مشاريعك المستقبلية بعد الحصول على هذه الجائزة طبعا توجد إنجازاتي في البحث العلمي بهاي الجائزة نعم ممكن سبقتها حصولي كأول مرأة بحرينية تحصل على جائزة لوريال اليونسكو المقدمة من منظمة اليونسكو يعني وهي يعتبر المزيد من الدوافع يعني المزيد من الإنجاز في المستقبل وطبعا المشاريع المستقبلية لأي باحث ممكن يكون يعني الطموح للمزيد من الإنجازات البحثية والحصول على النتائج عشان نفيد مجتمعنا أولا ثم نتجه إلى العالمية ونفيد مجتمعات الدولية من خلال البحث العلمي اللي شكل أهمية يعني يمكن أنا أحب أستغل هذا المنبر عشان أوجه لأهمية البحث العلمي لرقي أي مجتمع خصوصا المجتمع في البحرين يعني عنده الكثير من القدرات حقيقة خصوصا المرأة تشكل يعني ما شاء الله يعني تميز خصوصا في القطاع التعليمي يعني هناك يعني يمكن ضرورة لتسليط الضوء على دور المرأة في القطاع الأكاديمي وتحديد دورها أيضا في البحث العلمي يعني جنبا إلى جانب الرجل وأي مجتمع لا يمكن أن يرتقي ويتطور بدون بحث علمي فأوجه يعني ماري لأصحاب القرار طبعا الشكر موصولة للقيادة والمجلس الأعلى للمرأة اللي يعني ما تردد في دعم المرأة ولا زال طبعا المرأة البحرينية يعني صار لها نقل نوعية مثل ما نقول بلا شك نعم يعني بالفضل يمكن دعم المجلس الأعلى لتمييز المرأة البحرينية إلى جانب يعني تكريس الضوء على دورها وتمييزها حقيقة في كل الصروح عالميا وإن شاء الله يكون فيه يعني ميزانيات يعني تخصيص ميزانيات البحث العلمي يمكن نحن شوي بننحوز حق جانبنا إحنا بس البحث العلمي طبعا ويد يعني الحكومات عالميا تولي البحث العلمي أهمية خاصة لأن ما فيه أي تنمية وأي تقدم بدون بحث علمي يعني ياريت إن شاء الله يتم يعني إن شاء مدس أعلى البحث العلمي ممكن ناريت بهذا الشيء من قبل بس ياريت يكون فيه يعني اهتمام أكثر بجانب البحث العلمي يعني يكون يشمل جميع الجامعات البحرينية نعم ونحن نتمنى أيضا أن تتواصل الإنجازات للمرأة البحرينية إن شاء الله التي كان لها دائما دور في النهضة الحضارية في البلاد الأستاذة سماية يوسف المحاضرة ببرنامج الإدارة البيئية بكلية الدراسة العليا بجامعة الخليج العربي شكرا جزيلا